بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العشرة في خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمشيط ربنا نحلها مع بعض النموذج رقم اثنين يلا بنا على بركة الله اول سؤال اعرف كل مما يلي اول حاجة عندنا السرعة السرعة منيجي نعرفها السرعة اللي احنا فاكرين يبقى الحاجة عندنا السرعة السرعة عبارة عن المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن الحاجة التانية عندنا العجلة العجلة تعرفة عبارة عن مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن لو احنا فاكرين قانون السرعة كان عندنا عين بتساوي فيه على زين وعندنا القانون العجلة اللي هو جين بيساوي اللي هو دلتا عين على دلتا زين الحاجة التالتة اللي هو عاوزها الاخصاب الاخصاب لما اجعرف الاخصاب هو العبارة عن اندماج اندماج المشيج المزاكر مع المشيج المؤنس لتكوين الزايجوت طبعا ما سميه الزايجوت او اللاقاحة هما اللي اتنين نفس المعنى الحاجة اللي بعد كده الكون 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 لما اجعرف ابو العبارة عن الفضاء الكوني الشاسع الذي يحتوي على المجرات والنجوم والكواكب والاقمار والكينات الحية والكينات الحية وكل الخليقة على اللي مياتي رقم واحد السرعة منتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عمليا يبا رقم واحد عندنا فعلل هقول له لان سرعة السيارة تتغير حسب احوال الطريق يعني ايه الكلام ده يعني راجل ماشيب عربية العربية ديت هنا السرعة بتاعته تختلف على حسب اللي هي احوال الطريق يعني ممكن يكون فيه اشارة مرور ممكن يكون فيه زحمة ممكن يكون فيه مطبط فيه ناس معادية قدامه وبالتالي هنا مش هقدر يماشي بايه بسرعة ايه ممتظمة تبدو السيارة متحركة بسرعة ما لمراكب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها وكأنها ساكنة طب هما السيارتين ناشيين في نفس ايه في نفس الاتجاهة خلي بالنا وفي نفس السرعة يعني مطرح السرعات هنا هيطلع لي بكام بسفر يقول له كده الإجابة يبا رقم اتنين عندنا لان السرعة النسبية تساوي الفرق بين السرعتين بيساوي سفر رقم ثلاثة يعالج طول النظر باستخدام عدسة محدبة هي العدسة هتعمل ايه العدسة هتجمع العشاء الضوية قبل ما تخش العين عشان تخلي هنا الاشعة تسقط على مين على الشبكية هي بقول له لان هنا العدسة لانسان نشوف الحاجة ايه واضحة بالنسبة له يوجد للعدسة مركزان او مركزي تقور مهم واحد ومهم اتنين يعني لها مركزين تقور ليه علشان العدسة اذا ما احنا عارفين عندها ايه عندها سطحان كوريان با رقم اربعة اقول له لان العدسة لها سطحان كوريان كل سطح له مركز تقور وبتلاقي كلها ايه مركزان تقور اك launch اكمل العبارات الويرسية بما ينتحدbudها تتكون المادة الوراسية في نوعات الخلية من عدد من نقطة عدد من ايه ? من الكرواموسOMات الكرواموسومات ٢قراموسومات بيحمل عليها الجينات و الجينات دي مسئولة عمي عن اللي هي ايه اللي هي! تعتبر المادة الوراسية يبقى الكرواموسومات تعتبر مادة الوراصية بقي الجينات علشان بتحمل الجينات وكل جين مسئولة عن صفة ورصية معينة من صور التقاصر اللاجنسي خلي بنا التبرم في فطر مين؟ في فطر الخميرة طبعا فطر الخميرة وطبعا ده تقاصر اللاجنسي يعني بيعتمد على انقسام الميتوزي تترتب أزواج الكرموسومات في الطور الاستوائي الأول على خط نقط الخلية طبعا خط مين؟ استواء الخلية استواء صاحب نظرية الساديم في ناشية المجموعة الشمسية هو العالمين لابلاس اكمل الرسمة المقابل بحيث تحصل على صورة تقديرية معتادة لمقبرة للجسم يعني عاوزين صورة تقديرية معتادة لمقبرة واحنا زي ما احنا شايفين كده طبعا ديعت عبارة عن عدسة اللاجنسي محدبة وعند هنا الجسم محطوط على بعض أقل من اللوة البعض البقري هنرسمها ازاي مع بعض؟ تعال نتعلم كده من البداية رسمتها ازاي؟ طبعا هنرسم هنا اول حاجة عندنا اللاجنسي العدسة من اللاجنسي المحدبة بالشكل ده هنحط نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا لما اشمعنا الكلام ده بنعمل ايه؟ بمصدر عادي خالص تمام؟ وبخلي مسافات دي متساوية عن كل 3 سنتي خط عندنا اللي هو المحور الاصلي او بالشكل ده وعند النقط اللي انا عملتها ديعت دي عبارة عن ب ب ميم ميم ده اول حاجة بعد كده بعمل خط هنا في العدسة اللي عندي ديته نهه السيمة المصرين كده عشان يحصل عاملية الانكسارة على الخط اللي انا عمله ده الجسم عندي هنا محطوط على مين على بعد اقل من البعد البور يعني الجسم عندي هنا ده الجسم الجسم ايه اللي هيحصل اول شوعة طلقه من الجسم راح لمين ليه اللي هو هي للعدسة او بالشكل ده ساعة ما يقبل العدسة حط السماء ما حاجة عندي طبعا ده شوعة صاكت ايه اللي يحصل له هيبدأ يمر مين ينكسر طبعا ويمر مين بالبقرة او بالشكل ده ده هو الشوعة الشوعة التالي هطلقه منين هطلقه من اللي هو الجسم اه والمركز البصري نقطة اللي في النص دي بالزبط او بالشكل ده طبعا الشوعة الاولاني ده همده على استقامته كده الشوعة الاولاني عشان الصورة هنا هتطلع تقديرية او بالشكل ده بس الامدداء ده خليها لقي اطماط الشوعة التالي هطلقه منين هطلقه من الجسم ويمر مين بالمركز البصري او بالشكل ده نحاول نزبطها مع بعض كده يكون على الجسم ومين وين مركز البصري او بالشكل ده 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 خط مستقيم والباية ده عبارة عن نقاط او بالشكل ده وطبعا ده الاشعة بتاعت اللي هي تنفذ عليها على استقامته فين الصورة عندي الصورة ديت هي ديلة اللي نحصل عليها دي الصورة مكان طلق الاشعة ديت عبارة عن مين عبارة عن اللي هي الصورة الصورة زي ما احنا شايفين هنا تكون صورة صورة تقديرية تقديرية معتدلة مقبرة وطبعا مكان الصورة بتتكون في نفس جهة الجسم تتكون في نفس جهة الجسم اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاعة يعتبر التقاصر نقط مصدرا للتغير الوراثي التبرم طبعا ده تقاصر لا جنسي واللا جنسي طبعا هنا بيطلع لأفراد مشابهة تماما المين دي اللي هي الأفراد الأبوية لأن ده بيعتمد على الانقسام اللي هو الميتوزي فإذا ده ما ينفعش معنا الخضري زيه الجنس طبعا ده الإجابة الصح اللا جنسي طبعا غلط عشان زي مين زي التبرم وزي الخضري التقاصر الجنسي زي ما احنا عارفه مصدر التغير الوراثي علشان هنا بيعتمد على اللي هو اندماج اللي هو المشيج المذكر مع المشيج مين المؤنس وبالتالي هنا الفرض اللي هيندوج هنا هيحمل اللي هي النصف الصفات الوراثية من الأب والنصف الآخر منين من الأم بالإضافة الكامل لحدوث ظاهرة مين اللي هي العبور قدر بعض الحيوانات على تعويد الأجزاء المفقودة منها يعرف باسم إيه الحيوية ولا التقاصر ولا التجدد ولا التبرم طبعاً لا اسمه ايه التجدد زي نب من البحر من الكاميات الفيزيائية القياسية قياسية يعني هنا يلزمني هنا حاجة واحدة بس عرفة اللي هي مين المجدار فابول لنص القطر طب نص قطر صح ويه اللي هي المساحة صحي بزن دي الإجابة علشان دي كمية قياسية ودي كمية قياسية الزمن كمية قياسية صح إنما القوة دي كمية متجهة ما تنفحش معايا العجلة ديت اللي هي متجهة ما تنفحش السرعة متجهة بردك متجهة ما تنفعش معايا الكتلة صح عشان دي قياسية انما الازاحة كمية هي متجهة فاصبحت العبارة غلط يبا كده الصحة رقم مين رقم ألف وضعت عدسة في مصار أشعة الشمس فتكونت صورة حقيقية مصغرة جدا معنى كده الجسم هنا في وضع بعيد جدا على بعد كم 20 سنتيمتر من المركز البصري معنى كده العشرين سنتيمتر دي عبارة عن مين عبارة عن عين عبارة عن عين اللي هو البعد البقر الركز في الكلام فاذا استخدمت نفس العدسة للحصول على صورة حقيقية مقلوبة مقبرة حقيقية مقلوبة مقبرة تمام معنى كده الجسم هيكون فين هيكون الجسم بين البقرة وبين مركز التقاور بين البقرة وبين مركز التقاور فإنه لابد من وضع الجسم على بعد من المركز البصري يسوي كم سنتيمتر 10 20 30 40 احنا تفانى دلوقتي تتعالى ركز مع بعض بقى كده احنا تفانى دلوقتي عندنا عين بكام بساوي 20 سنتيمتر دلوقتي عندنا البعد البقري البعد البقري عندنا اللي هو كام اللي هو 20 سنتيمتر يبقى معنى كده اللي هو مركز التقاور على بعد كام هيكون ضعف الرقم ده يعني على بعد كام ه cricket يبقى عندي أول حاجة 20 وده اللي هو مين اللي هو عين تمام وعند نقق أو بسميها ميم يعني مركز التقاور هيكون على بعد كام اربعين سنتين دعف الرقم ده طب دلوقتي الجسم يتحط فين عشان يطلع لي صورة اللي هي حقيقية مقلوبة مقبرة لازم الجسم يكون بين الاتنين دول بين اللي هو البعد البقري اللي هو به يعني بين البقرة وبين مين وبين مركز التقوير يعني يكون رقم في النص بينهم الاتنين بين العشرين وبين اللي هو ايه بين الاربعين العشرة طبعا ده ما ينفعش علشان ده على بعد اقل من اللي هو البقرة طبعا دي عين او بسميه به اللي هي البقرة يعني الاتنين حاجة واحدة تمام? العشرين ده هيكون عند مين عند البقرة? ده هنا مش هتكون صورة لان الصورة هنا مش هتكون علشان هنا الاشاعة تنفذ ايه متوازية? تلاتين طبعا دي الصح علشان ده موجود بين التلاتين وبين الاربعين يعني بين البقرة وبين مين مركز التقوير وبتلها يطلع لمين صورة حقيقية مقلوبة مقبرة طب الاربعين ينفع? لما ينفعش طب ليه؟ علشان الاربعين ده هيكون عند مين؟ عند مركز التقوى يعني عند ضعف البعض البقري ولو الصورة هنا لو الجسم عندي هنا عند ضعف البعض البقري هيطلع لإيه؟ صورة حقيقية مقلوبة بس موساوية للجسم وإحنا عاوزينا إيه؟ مقبرة يبقى الصح بالنسبة للي هو كام؟ اللي هو 30 سنتيمتر موضح بالرسم الظاهرة العبور ثم أذكر دورها في اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الوحد أول حاجة عاوز مين؟ رسم الظاهرة العبور طبعا الصورة ده مهم جدا وهيكرر معنا كتير فعندنا كده عاوزي نرسم مع بعض اللي هي زارة العبور هنعمل أول حاجة عندنا اللي هي المجموعة الربعية فنرسم أول كرمصوم عندنا طبعا بعمل الكلام ده بالقلم ورصاص ده أول كرمصوم عندنا هنعمله بلون مثلا وعنده كرمصوم التاني هنعمله بلون تاني رسمة سريعة كده طبعا النقطة اللي في النص دي بيسمى نقطة مين اللي هي السنترومير بعد كده طبعا دي بيسمى هيا المجموعة الربعية بعد كده اللي هيحصل هتبدأ هنا هيبدأ اللي هو الكرماتيد اللي هو الداخلي ده يقرب من بعضه ويلتف حوالين بعض فأنا عندي أول كرمصومة عندي هون اللي هو متبر كده هعمله زي ما هو ما كيش مشكلة والتاني ده هبدأ قربه شوي كده وخلي اللي هو الأزرق ده من تحت هو بالشكل ده يبقى اللي حصل هنا هنا كرماتيد الداخلي ايه قربوا ايه من بعضهم طبعا ده اسمه كرماتيد داخلي وده اسمه ايه كرماتيد ايه داخلي خلي بنا ويبقى هنا اللي هيحصل ايه يلتف طرفه او طرف اللي هي الكرماتيد الداخلي فيه المجموعة ايه فيه المجموعة الربعية اخر مرحلة هيبدأ يبدل مع بعض بقى عند هنا اللي هو اده اول كرمصوم هيبدأ هنا يحصل عملية تبادل الجزء اللي هو اخرين ده هيبدأ ياخد حتة من التاني هو بالشكل ده تمام وعند التاني هيحصل نفس القصة يبدل مع بعض كده خد حتة بردك من عنده طبعا الرسمة سريعة كده عشان الوقت بتاعنا وبالشكل ده يبقى عندي هنا طبعا انا ماشي بالطريقة دي بالسهم كده ده التلتيب بتاعي دي بداية بتاعت اللي هي مجموعة ربعية بعد كده اللي هي ايه الطرف اللي هي كرماتيد الداخلي اللي بدأ يقررهم بعض ويلتفهم مع بعض ويعملوا حركة زي الصليب كده على مع بعض بعد كده بدأ الاحنا يحصل ايه عملية تبادل بين مين بين اللي هي الاجزاء الداخلية اللي هي ملتفة حوالين ايه حوالين بعضها يبقى اخر مرحلة ديتنا تتبادل الاجزاء اللي هي ملتفة الملتفة من الكرماتيد الداخلي دي اسمها ظاهرة مين؟ ظاهرة العبور لو طلب من ايه ارسمها ثم اذكر دورها في اختلاف الصفات الوراسية بين افراد النوع الوحد طبعا ديتنا دور بتاعها اقول له تؤدي الى تنوع الصفات الوراسية في افراد النوع الوحد ده ده الاهمية بتاعت اعتمد افريد هويل على حقيقة علمية لوضع تصوره عن ناشية المجموعة الشمسية فبولي ناقش هذه العبورة موضحن رقم واحد هذه الحقيقة العلمية ايه الحقيقة اللي اعتمد عليها اللي هي افريد هويل؟ الحقيقة طبعا اللي هي ظاهرة انفجار مين؟ اللي هي النجوم يبقى الحقيقة العلمية اللي هي الرقم واحد عندنا اقول له ايه ظاهرة ظاهرة انفجار النجوم دي اسمها الحقيقة ايه؟ العلمية طبعا جوه النجم زي ما احنا عارفين بتاعته مجموعة من التفاعلات اللي هي النهوية اللي هي الفجائية طبعا بيتقدن مين الى انفجاره وبالتالي هنا هيطلع كميات كبيرة جدا من اللي هي الغازات اللي هي الملتهبة الغازات دي تحت هنا هتزود الحجم بتاعه وتزود اللي ما عام بتاعه ولما يبرد بعد كده هيبدأ هنا النجم هنا يعود لأيه؟ الى اللي هو اللي ما عام بتاعه الاصلي مرة ايه؟ مرة تانية الحاجة التانية بقول لي هنا اهم فروض تصور في ريد هويل يبقى رقم اتنين اعاوز ايه؟ اعاوز اللي هو تصور الفروض بتاعته اول حاجة عندنا اللي هي مين زي ما احنا لسا قلقين ان كان عندنا اول حاجة رقم واحد اقول له كان بيدور بالقرب من اللي هو الشمس نجم اخر كان يدور بالقرب من الشمس نجم اخر الحاجة التانية رقم اتنين بدأ يلي يحصل النجم ده ينفجر انفجر هذا النجم رقم تلاتة الانفجار بتاعه هنا ايه اللي حصل قدت قد قوة الانفجار الى اول حاجة ان النواة بتاع النجم ده بدأت تبدأ دعمين عن جذبية الشمس ابتعد نواة النجم عن جذبية الشمس وفي نفس الوقت فاضل ايه سحابة ايه غازية وتبقى سحابة غازية من النجم حول الشمس الحاجة الرابعة بعد كده رقم اربعة بدأت هنا اللي هي السحابة ديت هنا يحصل لها عملية تبريد وانكماش تعرضت السحابة اللي هي الغازية لعملية ايه الى عملية التبريد والانكماش وطبعا الكلام ده قدى المين قدى الى تكوين من الكواكب السيارة مما قدى الى تكون الكواكب السيارة اللي هم معددهم تمانية الحاجة الخامسة والاخيرة الكواكب بدأت تلفى حولي مين حولين الشمس نتيجة مين لايه جاذبية ايه الشمس بدأت الكواكب السيارة في الدوران حولة حولة الشمس نتيجة قوة جاذب الشمس كارن بين كل من طول النظر وكسر النظر يبقى عندنا هنقارن بين حاجتين طول النظر وكسر النظر من حيث اول حاجة سبب حدوث كل منهما السبب اول حاجة عندنا اللي هيوة طول النظر اللي هزباب بتاعته حاجتين رقم واحد اللي هو نقص نقص قطر كرة العين الحاجة التانية اللي هي نقص تحدب عدسة العين تعال نحكس الكلام اللي هي ما تانية رقم واحد هقول له زيادة قطر كرة العين الحاجة التانية اللي هي زيادة تحدب عدسة العين دي الاسباب الحاجة التانية اللي هو عاوزها عاوز نوع العدسة المستخدمة في كل منهما لتصحيح اللعيب البصري العلاج يعني يبال علاج هنستخدم هنا في اللي هي حالة اللي هي طول النظر عدسة محدبة واستخدم هنا عدسة ايه عدسة مقعارة العدسة محدبة زي ما احنا عارفين هتجمع الاشعة قبل ما تدخل لكرة العين عشان يخلي الاشعة تسقط على ايه على الشبكية وبالتالي هنا يرى الانسان بهضوح العدسة مقعارة هتعمل على تفريق الاشعة قبل دخولها الى كرة العين وبالتالي هنا علشان تسقط الاشعالمين على الشبكية وبالتالي هنا يرى الانسان بهضوح يا ربكم فهمنا ما تنسناش من صالح دعواتكم كان عمكم استغترق وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديوه القادم والسلام عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة